المعلن في اجتماعات موسكو بين بوتين وكيري أن ملفات كثيرة مطروحة على طاولة النقاش إلا أن المعضلة السورية تبدو العنوان الأبرز للحوار الصعب بين العاصمتين وبينما كان كيري يستقل الطائرة إلى موسكو ذكرت تسريبات أمريكية أن الطريق أضحى ممهدا لصفقة اتفاق جديد لكن ما أن رشح أو ما رشح من الكريملين لا يقدم مؤشرات لذلك وبين هذين الموقفين يظل هامش المناورة قائما ولا تملك لا موسكو ولا واشنطن مفاتيح الحل الوشيك أو ترف التصرف منفردة على الساحة السورية روسيا دولة معاقبة اقتصاديا تبحث عن منافذ مالية ومكاسب سياسية والولايات المتحدة دولة تتخبط في وحول الحرب على الإرهاب وتعد الأشهر لانقضاء ولاية إدارتها الحالية وفي هذه الأثناء تتصابق موسكو وواشنطن على تحقيق مصالحهما في الشرق الأوسط من باب إطفاء النيران في سوريا وإعادة الاستقرار إلى البلاد بلاد رئيسها مطمئن على مصيره وشعبها يقاتل ويقتل منذ ست سنوات لقاءة الضرورة جمعت كبار القادة الأمريكيين والروس لمحاولة حسم الحرب في سوريا منذ مطلع العام اتفاقات منها ما نفذ ومنها ما بقي في مرتبة الآمال في يناير الماضي تأميحات عن تفاهم لفرض التسوية بالقوة وكف يد تركيا في شمال سوريا وفي فبراير اتفاق ثنائي بشأن تنفيذ هدنة مؤقتة في مارس تفق الأمريكيون والروس على ضرورة وضع مسودة تسطور سوري جديد بحلول أغسطس المقبل أما في أبريل فاتفاق جديد على هدنة في مناطق محددة في مايو تسعد دائرة الهدنة لتشمل حلب وفي يونيو ارتفعت الأصوات الداعية إلى تنصيق العمليات العسكرية الأمريكية الروسية تفاديا لوقوع حوادث حصاد التفاهمات الأمريكية الروسية منذ مطلع هذا العام يقول إن هناك اتفاقا في الشكل بين البلدين أما في المضمون فيبقى مصير الرئيس بشار الأسد معضلة يقف حلها على ثقة مفقودة بين الطرفين ولفهم حاجة كلا الطرفين الروسي والأمريكي إلى التنسيق على الأرض نستعرض الآن ملامح الاتفاق المرتقب بين العاصمتين ومجال تحركاتهم الميدانية مع شانتال إليك شانتال بالفعل يوسف قبل التحدث عن التحركات الميدانية وكل ما جرى خلال هذا العام على الأرض السورية لابد أن نتحدث عن بعض التسريبات الأمريكية التي ظهرت اليوم بشأن هذه المحادثات التي ستحدث في موسكو ونبدأ هنا محادثات الجانبين الروسي والأمريكي تضع ملامح خطة جديدة للتنسيق العسكري أبرز هذه الملامح تشكيل مجموعة تنفيذ مشتركة مع موسكو مقرها عمان للتنسيق في إجراءات القصف الجوي ضد جبهتي النصرة وداعش ثانيا تبادل المعلومات الاستخباراتية ورفع مستوى التنسيق حتى إجراء بالفعل عمليات عسكرية متكاملة بالتعاون وضع أهداف مشتركة تستهدف النصرة وداعش معا ومن ثم البد فيها من قبل حكومتي البلدين لبدء عمليات متكاملة أيضا وأيضا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم خرقه مرارا وأيضا في هذه التسريبات نقرأ استكمال هذا الاتفاق بحلول 31 من يوليو من أجل مزيد من التعاون العسكري ووضع إطار جديد لانتقال سياسي في سوريا يوسف هذه هي النقاط الأبرز التي وردت خلال هذه التسريبات التي أتت من الجانب الأمريكي بطبيعة الحال قبل كل لقاء هناك تسريبات تدور من الجانبين يرفضها أو ينفيها الطرف الآخر هنا سنتحول يوسف إلى خريطة الليلة التي تشير بوضوح كيف حرك الطرفان الروسي والأمريكي طائراتهم في الأجواء السورية والمناطق التي استهدفوها لنفهم كيف تم اختيار أهدافهم العسكرية خلال العام الماضي استخدمنا هنا على الخريطة ألوان مختلفة مشاهدين لنشير إلى تقسيم المناطق السورية ما بين مناطق القوات الحكومية هنا بهذا اللون الزهري مناطق داعش المعارضة الأكراد وبالفعل هذه هي المناطق مقسمة هنا على الخريطة قبل البدء بما سجله الطرفان من أهداف عسكرية لابد من أن نحدد على الخريطة القواعد الجوية التي انطلقت منها الطائرات الحربية سنبدأ معكم من الطائرات الحربية الروسية التي انطلقت هنا على الخريطة من هذه القاعدة إذن القاعدة الروسية كما نشير هنا أي مرفأ طرطوس هذا المرفأ الساحلي الذي يقع شمال غرب سوريا أما طائرات التحالف الدولي انطلقت بغالبيتها مشاهدين نشير أيضا على الخريطة استخدمت بغالبيتها هذه القاعدة هنا قاعدة أنجرليك التركية داخل الأراضي التركية ونشير إليها باللون الأزرق هنا على الخريطة التي سمحت أنقرة للقوات الأمريكية باستخدامها في يوليو 2015 لضرب داعش من هنا تحلق الطائرات التحالف الدولي إذن كما ذكرنا بهذا الاتجاه تحلق من قاعدة أنجرليك باتجاه المناطق والأهداف التي قررتها سنذكر مشاهدين أن الغارات تركزت هذه الغارات التي انطلقت من قاعدة أنجرليك للتحالف الدولي تركزت على مناطق مارع ونشير هنا على الخريطة هذه المناطق بالفعل نتحدث عن مارع نتحدث عن منبج نتحدث أيضا عن البوكمال نتحدث عن الرقة وأيضا وأيضا عن الحسكة وتدمر هنا على الخريطة لا ننسى أيضا المناطق الكردية التي دخلها داعش وأيضا تركزت عليها الضربات شهدت هذا العام معارك دارية حتى تمكن الأكراد من تحريرها وهنا نذكر بالفعل كوباني تل أبيض على الخريطة وعين عيسى أيضا ليست موجودة لكنها هنا في هذه الرقعة بالذات من الجهة الأخرى غارات الطائرات الروسية لنقل وهنا نعود إلى اللون الأحمر كما أشرنا وإياكم الطائرات الروسية التي انطلقت من قاعدة ترطوس يعني دعمت تحرك القوات الحكومية السورية على الأرض تركزت هذه الغارات مشاهدين بمجملها بين إدلب وحمى ولطالما أشار المرصد السوري إن تتذكرون معي لاستهداف مناطق المعارضة من قبل الطائرات الروسية هذه المناطق المتركزة في هذه النقطة بالذات الغارات طلت أيضا حمص ومحيطها بعضها الآخر نفذ بالقرب من دماشق أيضا بالإضافة إلى استهداف بعض مواقع داعش غرب الرقعة نتحدث عن هذه المنطقة هنا وأيضا شرق تدمر كما أشرنا هنا خلال هذه الأهداف من قبل قاعدة إنجرليك من قبل القاعدة الروسية وبات واضحا هنا الألوان الأزرق والأحمر لابد أن نفهم يوسف ما الذي أراده بالفعل يعني الطرفان الروسي والأمريكي من خلال هذه الضربات عندما نشاهد الألوان على الخريطة والآن السؤال يبقى إن تبدلت هذه المواقف أو الأولويات أو الأهداف العسكرية اليوم لنرى الطرفين في موسكو مجددا لمحادثات جديدة شنتها الخريطة التي شرحتها بهذا الشكل ربما تحتاج إلى شرط مرور في الجو لتنسيق المواقف ولكن هل هذا هو كل شيء هل هذا هو المطلوب من لقاء كاري بوتين دعينا نسأل ضيفتنا من واشنطن المتحدثة باسم وشد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف فرح الأتاسي مرحبا سيدة فرح أهلا بك إلى غرفة الأخبار مسكان يوز عربية يعني ما تسرب أمريكيا فيه جملة في الآخر على يعني تبدو وكأنها بخجل موضوع الانتقال السياسي بينما كل التسربات تتحدث عن تنسيق عسكري أمريكي روسي موسكو طالبت به منذ فترة طويلة هل اختزل الملف السوري الآن في موضوع محاربة داعش والنصرة وتقسيم المناطق وتنسيق من يطير فوق أي منطقة برأيك أولا تماما كما أشار تقريركم التنسيق العسكري الروسي الأمريكي موجود حقيقة منذ بدأت روسيا باحتلالها الجوي والميداني للأراضي السورية والأمريكان يريدون رفع المستوى التنظيمي لهذا التعاون الروسي الأمريكي لا تصدق أنه ليس هناك تنسيق ولا تعاون بين الروس والأمريكان فيما يتعلق بالطلعات الجوية التي تجري في سوريا هم يريدون فقط رفع المستوى التنظيمي لهذا التعاون عسكريا عبر إقامة قاعدة عسكرية مشتركة ربما في الأردن ولكن أود أن ألفت النظر إلى أن زيارة كيري حقيقة إلى موسكو لا تحمل الطابع العسكري الذي حاولت صحيفة الواشنطن بوست وبقية وسائل الإعلام الترويج له لأن الوفد المرافق لكيري اليوم باستثناء الأدميرال فرانك باندولف والمسؤول المبعوث الرئاسي لمحاربة داعش الجنرال مكيرغ لا يوجد في الوفد أي مسؤول استخباراتي أو عسكري وإنما هو فريق وزارة الخارجية بالكامل وأيضا روبرت مالي المسؤول عن الملف السوري في مجلس الأمن القومي والمعروف عن روبرت مالي أنه كان مستشارا للرئيس بيل كلينتون في مجلس الأمن القومي فالحقيقة الزيارة تحمل أكثر أبعاد سياسية لتحقيق مكاسب ونقاط لصالح الحزب الجمهوري الديمقراطي الذي يستعد لمؤتمره الذي ستقدم نفسها هيلاري كلينتون كمرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية كيري بعد ذلك سيتوجه إلى الاتحاد الأوروبي لمقابلة موغريني ثم يتوجه إلى لندن إذن الطابع لا يحمل الطابع العسكري الأمني الاستخباراتي الذي يتحدثون عنه لأنه فعلا موجود بالفعل بين الروس والأمريكيين سيد فرح هل ما زال لواشنطن الوقت لدرس لنقل الأزمة السورية وتداعيتها في الأشهر المتبقية القليلة يوسف بالفعل قبل الانتخابات تمام سؤالك في محلي تماما لأنه واشنطن استطيع أن أقول لك أنه بعد أسابيع نحن سندخل في السبات الصيفي المعروف ثم بعدها تبدأ حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية فلن يأتي أي حل سوري اليوم على طاولة إدارة الرئيس باراك أوباما وأن ما سترحل إلى الإدارة القادمة وتماما كما ذكرت اليوم المسؤولين عن الملف السوري في هذه الإدارة هم من أقرب المستشارين المقربين لإدارة بيل كلنتون واليوم المرشح الديمقراطية هيرالي كلنتون فبالتالي الحل السوري سيصدر أو ينقل إلى الإدارة يؤجل إلى الإدارة القادمة سواء الجمهورية أو الديمقراطية لكن اليوم ما يجري من هذا الحراك هو حراك لصالح مكاسب سياسية ولا يعنيهم أبدا ما يجري في سوريا حتى الساعة وأنا أتيكم إلى استوديو اليوم في قصف روسيا على سوق رئيسي في إدلب وين صوت الأمير كان يعني وين التنصيق الذي نبحث عنه سوق رئيسي مدنيين ضحايا اليوم سيدة فرح هناك من يقول وديمستورة أشار إلى أنه يتوقع اتفاق روسي أمريكي يفتح الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات في جينيف ربما تكون بشروط مختلفة هذه المرة حلب محاصرة اتفاق ربما عسكري أمريكي روسي وبالتالي يقال بأنه حصر المعارضة وتصنيفها بين إرهاب وبين معارضة معتدلة ومن ثم فتح الباب لحوار سياسي بشروط جديدة أليس هذا مطروحا أيضا تماما هذا ما يحاول الروس والأميركان بشكل خاص اليوم نحن نستطيع أن نقول أن الانتتاب الروسي الروس هم الحاكم الفعلي والآمر في الملف السوري يعني أنت لاحظ كم زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لموسكو ست مرات بأقل من أربع أشهر هل شاهدنا لافاروف يأتي لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الوضع الميداني على الأرض حصار دارية الآلاف من المدنيين عالقين في دارية التقدم ومحاولة اقتحام موقع الكستيلو بأرياف حلب وتقدم باتجاه حلب اليوم هذا الحراك السياسي هو حراك لن يفضي إلى أي شيء هو فقط للتغطية على الواقع الميداني الذي يحاول الروس دعم النظام السوري فيه وبالتالي نحن اليوم نعود إلى أصدقائنا وحلفائنا يوم أمس كان وزير الخارجية السعودي عادل جبير موجود في واشنطن وقابل المسؤولين الأمريكيين قبل زيارة كيري إلى موسكو نحن اليوم بحاجة إلى أن يكون أصدقائنا موجودين على طاولة سواء طاولة الحديث إلى العودة إلى مفاوضات جونيف وقالت المعارضة السورية أنها مستعدة للدخول في حل سياسي لكن على الروس اليوم إن كانوا جادين وقلناها ألف مرة وهم اليوم تحولوا إلى قوة انتداب أن يقوموا بفرض هذا الحل على النظام السوري وليس على المعارضة قبل التحدث سيدة فرح عن ما يجري بالفعل على الأرض السورية وإن كان سيتحول بالمرحلة المقبلة تحدثت عن حراك لكسب مكاسب انتخابية ما الذي تنتظر واشنطن من موسكو برأيك؟ نعم نحن اليوم الوفد المصاحب لكيري نولند فيكتوريا نولند المسؤولة عن الملف الأوروبي يعني موضوع يوكرانيا هو موضوع مهم جدا بالنسبة إلى الأمريكيين هناك مقايضات كثيرة فوق الطاولة وتحت الطاولة على الملف السوري ولاحظنا الكثير من التكويعات الدولية التي أصبحت تصب هنا وهنا في صالح هذه المعادلة الجديدة التي يحاولون فرضها على السوريين بشكل عام لكن نحن اليوم مقايضة الملف الأوكراني ومحاولة الديمقراطيين كسب نقاط سياسية تصب في صالح المرشحة الديمقراطية بشكل خاص هيلاري كلينتون هي اليوم صلب جوهر حراك الوزيرة الخارجية جون كيري مقابل الحصول على بعض الأوراق والمكاسب من موسكو بزعم إيجاد وضبط العمل العسكري لأن موسكو أو الروس يستهدفون مواقع المعارضة السورية بشكل خاص طبعا يجب أن يكون هناك ضبط لهذا الموضوع يعني يحاول الأمريكان كسب ما يمكن كسبه من الروس في هذه الشهور القادمة للانتخابات الرئاسية في موفمبر يعني كان يقال بأن الرئيس أوباما يريد ربما حل من نوع ما للملف السوري حتى يخرج بأنه قدم شيء في هذا الملف أنت تقولين الآن الموضوع كسب نقاط ليس أكثر الروس يبدون مستعجلون أكثر هل تأجيل الملف إلى الإدارة الأمريكية القادمة في مصلحة المعارضة السورية في مصلحتكم أم أنه يعني المزيد من الدماء والمزيد من القتل لا أكيد نحن في مصلحة المعارضة ومصلحة كل الشعب السوري أن يكون هناك بالفعل اتفاق دولي سواء كان برعاية روسية أمريكية وأيضا بمشاركة أصدقائنا وحلفائنا ينهي هذا الصراع ويوقف نزيف الدم ويحمي سوريا من التفتت ومن التقسيم ويحمي المنطقة كلها من مشاريع مقبلة نحن اليوم مع أي حل سياسي عادل للقضية السورية قلنا مرارا أننا لن نسمح للروس بإعادة تكرير النظام وإعادة تدوير بشار الأسد والحديث يحدث عن أوغست كبداية مرحلة انتقالية هذا الحديث كله غير مستند على معطيات على أرض الواقع هم يصوغون أوهام من الأوهام ومجموعة من الفرضيات التي لا يمكن بالنظر إلى الواقع الدامي من شمال سوريا إلى درعة يعني من حلب إلى درعة لا تستطيع أن تطبق وتفرض هذا الواقع على أهل السورة وأهل المعارضة هذا أمر مستحيل وفي خيالهم قالوا نبدأ في أوغست حسب اتفاق جنيف نبدأ في أوغست المرحلة الانتقالية نحن بعد سابيع سندخل في شهر أوغست ثم تأتي الانتخابات الرئاسية اليوم الملف السوري بالنسبة للإدارة الأمريكية انتهى اليوم سيرحل إلى الإدارة القادمة أوباما وعد بإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ولم يفعل أوباما وعد وتحدث كثيرا حقيقة عن دعم الثورة السورية وتصرفات هذه الأدارة أساءت حقيقة للثورة السورية وأساءت لحلفاء المعارضة لكن سيدة فرح نحن نتمنى أن يكون في هذه الشهور المقبلة فعلا اتفاق دولي ينهي المأساة السورية قبل قدوم إدارة قادمة ولكن لا نتوقع ذلك بانتظار هذه الإدارة الأمريكية الجديدة لابد من التوقف عند التطورات الإقليمية لسيما هذا التقارب الروسي التركي المعارضة قلقة جدا من تغير الموقف التركي اليوم نعم هذا سؤال أيضا جدا مهم تركيا كانت تظن نفسها أنها أحد اللاعبين واليوم وجدت نفسها جزء من اللعبة وليست أحد اللاعبين الصراع الداخلي الذي فتح وأبواب جهنم التي فتحت على تركيا في الداخل ليس بالأمر السهل تركيا دفعت ثمنا كبيرا لفاتورة الثورة السورية ولكن نحن على ثقة أن الموقف الرسمي التركي بالذات من نظام بشار الأسد موقف لم يتغير نحن قلنا دائما أن أيدينا ممدودة مع من لم تتلطق أيديهم بالنظام بالدماء من النظام السوري مستعدون للحفاظ على مؤسسات الدولة اليوم الجيش السوري الحر والمؤسسة العسكرية هي التي تتظبط الوضع داخل سوريا ولكن لا أحد يتحدث عن إعادة تدوير وتكرير نظام بشار الأسد الذي تسبب بهذه الويلات وتركيا أوضحت على لسان وزير خارجيتها أن الحديث ليس عن نظام الأسد نحن دائما عندما نتحدث نريد عودة العلاقات مع سوريا نختزلها بنظام بشار الأسد هل سوريا هي بشار الأسد؟ نحن نتحدث بنفس منطق الأسد بهذه المعنى سوريا هي لكل السوريين وليست لآل الأسد ومن يدعمهم ومحلفائهم وبالتالي لا نخاف من أن تعود تركيا لتطبيع علاقات مع نظام بشار الأسد فهذا ليس وارد في قاموس السياسة التركية حاليا شكرا جزيلا لك المتحدثة باسم وفدة المعارضة السورية في مفاوضات جنيب فرح الأتاسي حدثتنا من واشنطن اشتركوا في القناة